لكن نتائج الناشئين ونتائج الناشئين مهمة جدا في انها تدي مؤشر الدنيا ماشي ازاي انا عارف ان في خطة كبيرة جدا في الناد الاهلي وخطة طموح حريص عليها الكابتن عبد عزيز عبشاف المدير الرياضة وعضو لجنة الكرة على تطوير قطاع الناشئين في الفترة اللي جاية واحداث طفرة كبيرة جدا تخلي الاهلي يعتمد بالنسبة كبيرة جدا على ابنائه وان كان بالمناسبة حتى اللي بيتردد انه الاهلي بيشتري من برة ربما يكون الاهلي من اكثر ان لم يكن اكثر اندية الدوري اعتمادا على ابنائه لو كان في وقته احصين عدد اللاعبة اللي هم ولاد النادي الاهلي وولاد قطاع الناشئين فيه هتلاقوا الاهلي الاكثر اعتمادا على ابنائه في قطاع الناشئين فريق 99 كسب الرجاء 4 واحد في المباراة اللي تلعبت النهاردة في مدينة نصر في ملاعب النادي ويتصدر بيها الاهلي او دي كانت ضمنه منافسات الاسبوع ال 27 في بطولة الجمهورية لالي كانت عدل في اخر جولتين في هذه البطولة مع وادة ديجلة واسموحة هذا الفريق موليد 97 بيقوده كابتن امين عرابي ومعاه الكابتن اسامة زاكي المدرب والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى والكابتن خالد الجرجاوي الاداري ده فريق 99 اصغر منه على طول بقى فريق 2002 موليد 2002 فاز على المقولين 4 صفر والمقولين فريق كويس في قطاعات النشين بيقوده كابتن علاء نبيل كمدير للقطاع عنده تجربة قوية دايما المباراة كانت في ملاعب النادي في مدينة نص ضمن الجولة التاسعة في دور القطاعات الاهلي حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق البنك الاهلي 2 صفر سجلهم احمد عربي وجلال فارس فريق 2002 كده انهى الدور الاول من بطولة منطية القاهرة وهو يتصدر هذه المسابقة بـ 22 نقطة لينتقل الى دور القطاعات بيقود الفريق الكابتن تامر حفني ومعه الكابتن اشرف طلب ومدرب حراس المرمى والاداري سعيد فتحي الفترة الجاية بقى الاهلي والزمالك 3 مرات ده مباريات القمة على مستوى النشين والشباب موليد 97 اهل وزمالك هيلعبوا يوم 14 مارس ودي مرحلة مهمة جدا 97 دي اللي وراء الفريق المباراة هتكون في استاد الجيش في السويس ضمن الاسبوع 26 لبطولة الجمهورية يبقى يوم 14 مارس الاهل وزمالك موليد 97 تاني يوم على طول 15 مارس الاهل وزمالك موليد 2002 دي هتبقى ايضا في استاد الجيش بالسويس دي هتبقى في الاسبوع العشر لدور القطاعات اليوم الثلاث على طول 16 مارس يعني 14-16 14-15-16 ثلاث مباراة قمة يوم 16 الاهل موليد 2001 هيلعب الزمالك ايضا في استاد السويس وده هيكون في الاسبوع 25 المباراة هي ثلاثة على استاد السويس 14-15 مارس ثلاث مباراة قمة للشباب بالسويس ده له معنى كويس ان الفرق الثلاثة دي محتمل يكون فيها لعبه مشتركة اه واخد بالك مصعدين فممكن يكون ده الصالح الاندية ده ما تسافر وترجع وتجيب اه بس الناشئ هيدر يلعب يوم وتاني يوم الناشئ يلعب ثلاث ماتشات في اليوم لو سبت له الكورة مش هيبطل ما مش هيلعب الحداشة اللعيبة اه اه اللي متصعد اه 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 ده لو خد له نص صعب كتر خير الدنيا بمناسبة الناشئين الحارس الصعد عمر عدل عب منعم وده اخو احمد عدل عب منعم حارس الاهلي الكبير اللي انتقل للمقصة وابن كابتن عدل عب منعم عليه رحمة الله حارس الاهلي والمصر البورسعيدي في السبعينات والثمانينات عمر حارس صعد موليدplyeah 2002 اه انهى فترة معايشة كان سافرها الى اسبانيا لأه قضى بعض الوقت مع دي بورتيفو وبينتظم في الوقت فترة الحالية فيه تدريبات فريق الاهلي المردل 2002 من العنصر المباشرة مدارس المرمى في النادي شايفين انه ممكن يبقى لهم مستقبى لجيد ان شاء الله فترة المعايشة من خمستاشر لخمسة عشرين مارس بايزن الله 10 ايام يعني حيستفيد أو حيشفوه مجرد خبرة برضو في قطاع النشاط الرياضي بقى رجالة الأهل للكرة الطائرة اللي بيتأهبوا للمشاركة في بطولة أفريقيا للرجال اللي هتقام بعد بطولة الأنسات على طول فريق الرجال بيختتم النهاردة استعداداته للقاء سموحة اللي هيتلاه بكرة جمعة إن شاء الله في إطار الدوري الفريق دخل معسكر تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمد مصلحي وبيسعى للفوز بهذه المباراة لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي علشان يركز بشكل جئاء كبير في الاستعداد للبطولة الأفريقية إن شاء الله ده ما يخص الأهل سواء على الفريق الأول وتستعداداته أو ما يخص قطاع النشئين أو حتى قطاع النشاط الرياضي المشغول في الفترة الحالية بالكرة الطائرة أنسات حاليا إن شاء الله بعد الافتتاح الكبير اللي تعمل وبعد هذه البداية الجيدة للأنسات يواصل فريق الأنسات تحت قيادة الكابتن حمد الصافي مسعيه القوية جدا للفوز بالبطولة ثم يبدأ الكابتن محمد مصلحي في قيادة فريق الرجال في نفس التحدي الكبير أيضا طيب كل ده يخص الأهلي دي بعض اللقطات كابتن حمد الصافي مع لعبات الأهلي من مباراة اليوم اللي انتهت بفوز الأهلي ثلاثة صفر أعتقد حضراتكم استمتعتوا بيها وكانت السبب في إن احنا نشوفكم الساعة عشرة ما نشوفكوش الساعة تسعة الآهلي يكسبوا احنا تحت قبرو تحديث